طبا مساوك مشاهدنا الكرام وكل عام وانتم بخير أعلنت رئاسة الجمهورية أنه بمجب مرسوم صادر اليوم تم إنشاء إدارة مهام تدعى المندوبية العامة لتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء تآزر وأجاء في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أن المندوبية برتبة وزارية ملحقة مباشرة برئاسة الجمهورية وتضم المشاريع المخصصة لمكافحة الفقر والإقصاء والتهميش وفيما لنص البيان وفقا لتعهدات بخامة رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني في برنامجه الانتخابي تم بمجب مرسوم رئاسي صادر اليوم إنشاء إدارة مهام تدعى المندوبية العامة لتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء تآزر ذات رتبة وزارية ملحقة مباشرة برئاسة الجمهورية تضم المشاريع المخصصة لمكافحة الفقر والإقصاء والتهميش وإنشاء هذه المندوبية العامة تجسيدا لفكرة تبناها رئيس الجمهورية ألا وهي إقامة دولة تعتبر فيها العدالة والمساواة والإخاء والمواطنة مرتكزات وقيم تأسيسية لا مجرد مفاهيم نظرية وهي تهدف إلى تحقيق الحماية الاجتماعية واستئصال كافة أشكال تفاوت وتعزيز الانسجام الوطني وتنسيق كافة تدخلات في المناطق المستهدفة وستشكل البرامج والمشاريع التي ستنفذها المندوبية خلال السنوات الخمس المقبلة بحول الله مساهمة جوهرية في بلوغ الهدف الذي رسمه فقامة رئيس الجمهورية وهو أن يحس كل موريتاني وموريتانية بفخر الانتماء لهذا البلد وأن يستفيد من خبراته ويعيش مكرم آمن في ربعه وسيرصد غلاف مالي بمقدار 200 مليار أوقية قديمة خلال السنوات الخمس القادمة لتمويل المندوبية وتمكينها من تنفيذ برنامج طموح لترقية الاقتصادية والاجتماعية لصالح الفئات التي عانت من عدم المساواة والتهميش وذلك عبر تعزيز أدوات الانتاج وتطوير القدرة الشرائية لدى الفكراء وتمكينهم من النفاذ إلى خدمات التعليم والصحة والماء الصالح للشرب والسكن اللائقي وكذا الطاقة وبموجب مرسوم آخر صادر اليوم أعلنت رئاسة الجمهورية أنه تم تعين سيد محمد محمود البعسرية منذوبا عاما لتضامن الوطن ومكافحة الاقصاء تأسر كما أعلنت رئاسة الجمهورية أنه بموجب مرسوم صادر اليوم وباقتراح من الوزير الأول تم تعين الأستاذ حمدي المحجوب مفوضا للأمن الغذائي